اهلا بكم قام مركز الدراسات والمبادرات في غرفة تجارة وصناعة البحرين باطلاق استبيان الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا على اصحاب الاعمال وتم اجراء الاستبيان في فترة تطبيق الاغلاق الاحترازي الكل والجزئي للمحال الصناعية والتجارية الاستبيان يأتي ضمن اصدار الدراسات التي تساعد على رسم الخطط المستقبلية لاصحاب الاعمال بما يضمن استدامة اعمالهم التجارية في هذه الظروف كما هدف الاستبيان الى نقل مرئيات وتوصيات المشاركين فيه الى جميع الجهات ذات العلاقة وحول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في استوديو البرنامج السيد شاكر ابراهيم الشتر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين للحديث عن الاثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا ولكن بعد هذا التقليل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويسرني ان يكون معي ضيفي في الاستوديو السيد شاكر ابراهيم الشتر الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين مساك الله بالخير الله يمسك بالخير والسعادة اخوة علي والشاهدين الكرام الله يسلمك ياهلا وسلم طوي العمر في تاريخ 17-2 تم تشكيل فريق عمل لدراسة اوضاع كورونا وتأثيراتها المترقبة او المرتقبة في حال وصولها للبحرين في ذاك الوقت لم تظهر اول حالة في البحرين لكن كل القطاعات كانت تحاول ان تضع خطة استباقية والبحرين من الدول التي تميزت بذلك بكل قطاعات شنو كان يعني اهداف ودواعي ذلك الفريق وكيف بدأ عمله اول شي مشكور أخوي علي على الاستضافة الكريمة والسادة المشاهدين الكرام نرجو ان احنا نفيدهم انا اعتقد ان يعني منطلق ان احنا كقرفة تجارة وصناعة البحرين في عندنا ادوار كبيرة وعندنا مسؤوليات ويجب ان يطلع عليها الشارع التجاري واحنا من باب المسؤولية اعتقد استشعرنا بالظروف اللي مرت عليها دول العالم كلها في ذيك الفترة اعتقد في شهر اثنين كانت البدايات واحنا بطبيعة الحال يعني كانت دائما رؤيتنا او عملنا دائما يقوم على اساس نحنا ندرس اوضاع السوق ونحاول نحنا نعمل عليه او نبني عليه من ناحية مقترحات من ناحية حلول فاستشعرنا ان الحدث كبير مثل ما انتعارف يمكن مرت على العالم الازمة المالية في 2007-2008 نعم وتأثيراتها كانت كبيرة لمدة سنوات احنا جاحت كورونا لما صارت يمكن كان الاستشعارنا هي يمكن كمرض كفيروس بتكون لمدة معينة مدة فترة محدودة وبعدين راح نتجاوزها ولكن احنا على اساس خطوات استباقية اعتقد بيعني الاخ السمير ناس رئيس القرفة استشعر هذا الموضوع فشكل اللجنة او شكل فريق العمل برعاستيانة وكان لازم احنا نطلع بتصور يرفع الى مجلس الادارة ونشوف بالضبط شنه اللي ممكن نحنا نسوي كقرفة من ناحية وضح حلول من ناحية ارشادات بنتكاتف طبعا مع الحكومة فكانت هذه النقطة الاولية كانت هذه الانطلاقة من 17-2 وتم تقديم التقرير في تاريخ خمسة على ما اعتقد خمسة او ثلاثة مارس رفع الى مجلس الادارة وكانت فيه كثير التقرير الاولي وكانت فيه كثير من التوصيات الامانة اللي يمكن حتى في الحكومة اخذت بجانب كبير منها هي تقريبا عشر توصيات اللي صادرت عن التقرير الاولي احنا عندنا كانت عشر توصيات طبعا التوصيات ما يات كتوصية كان فيها عمل والعمل كان شاق لان الفترة كانت جدا قصيرة وكان لازم نقدم التقرير في خلال عشرة ايام على اساس ان الواحد يقدر يبني عليها ويحط استراتيجيتها ويحط خطتها على اساس شنه اللي راح يسوي جميل العالم لم يمر بشيء مقارب او مشابه لما يحدث اليوم وتأثيراتها الاقتصادية يعني ربما في حياتنا احنا لم يمر شيء كهذا يعني يمكن كان هناك جوائح لك ناغس قديمة جدا وبالتالي لم يكن الاحد يتوقع حجم الضرر خاصة على القطاع الاقتصادي سواء الخاص او حتى اقتصاديات الدول لكن كان هناك يعني شيء من التخمينات الاستبيان الاولي من شارك فيه نعم وإلى من رفعت النتائج وهل تم الاخذ بها او باغلبها نعم اكيد اخي انا يعني مثل ما قلت لك في البداية انك احنا مرينا يمكن بفترات عصيبة مرينا بأزمات كثيرة بس يمكن هذه ضربة الاقتصاد ما هي ما ضربة قطاع معين ولكن ضربة الاقتصاد اللي هو يشمل كل القطاعات كل القطاعات فاحنا لما عملنا الدراسة اعتقد كان الهدف الاساسي هو طبعا رفع التوصيات هذه فعملنا قلنا نعمل الاستبيان الاستبيان الاول لما عملناه شارك فيه تقريبا 400 شخص مؤسسة افراد مؤسسات صغيرة مؤسسات متوسطة ولكن المشاركة ما كانت فيه مستوى الطموح يعني احنا كان طموحنا ان المشاركة تكون اكثر يمكن في ذيك الفترة الناس ما استشعروا مدى الخطر يعني كانوا يعتقدون انه هو فيروس وعزمة وتعدي ولكن احنا خذنا الارقام اللي موجودة عندنا لانه كانت المؤسسات مثل ما قلت لك المؤسسات صغيرة مؤسسات متوسطة هم استشعرهم اكثر للخطر لانه في بعض المؤسسات يمكن صار لهم سنتين صار لهم ثلاث سنوات صار لهم سنة واحدة فبالتالي بدت المخاوف تبتلي عندهم فشاركوا معانا هذين وشاركوا القطاعات اللي موجودة بالقرفة في عندنا عشر قطاعات فشاركوا بعضهم فعملنا الاستبيان بيست على الاستبيان او بناء على الاستبيان اللي شفناه عملنا تغرير وعملنا توصيات وتم رفعها الى مجلس الادارة اللي هي العشر توصيات انا بالمكان انا اشرح لك اياها شنو كان ابرزها؟ خلنا نقول يعني ما هي ابرز التوصيات اللي رفعت واعتقد تم رفعها للحكومة الموقرة نعم والاخذ بسبعة منها يعني سبعة منها تم تنفيذها او الاخذ بد بتنفيذها شنو ابرزها ويوسف؟ يعني شوف خيالي احنا اول شي كان طبعا التاجر والعضو بالغرفة كان دائما يعني احنا نعرف ان الاشتراكات مهمة بالنسبة له احنا طبعا عفيننا وكان من ضمنها عفاء جميع اعضاء القرفة من اشتراكاتهم السنوية واخترحناها لمدة سنة كاملة واتكلم انت عن دخل كبير بالنسبة للغرفة يعني يأثر حتى على عملياتنا تقريبا مليون ومائتين ألف دينار فهذا كان رقم واحد رقم اثنين توجه بوقف رسوم العمل لمدة ستة شهر كان في عندنا توجيه صندوق العمل التمكين لتحمل الفواعد البنكية المترتبع على قروض المأسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة شهر توجيه هيئة الكهرباء والماء للعمل بالتعرفة السابقة لمدة ستة شهر تكلمنا على موضوع توجيه لتجميل الضرائب المفروضة على الفنادق الأربع والخمس نجوم فهي يعني عشر توصيات بس احنا شفناها بوقتها هي عصب الاقتصاد تمس التاجر تمس المواطن لأن المواطن بالتالي إذا يعني إذا تضرر يعني صاحب العمل رح يعود بشكل مباشر طبعا هي كلها دائرة اقتصادية رجل الشارع المواطن إذا وقف أنه يصرف أو أنه يشتري أو أنه فرح يأثر على صاحب المؤسسة صاحب المنشأة فأصحاب المؤسسات هذه طبعا مو فقط اللي هو المستهلك في عندك فاتورة الكهرباء اللي يدفعها في عنده القروض اللي عليه على المؤسسة اللي خذها من البنوك في عنده نسب الفائدة وأسعار الفائدة ويمكن كانت الفترة السابقة كانت الأسعار مرتفعة ولكن بجهود وتوصيات وتوجيه الحكومة الرشيدة يمكن تم الأخت بجانب كبير من التوصيات اللي رفعناها احنا رح نتكلم الشران عن الحزمة الاقتصادية وما لا ذلك لكن قبل ما نواصل حديثنا عن الاستبيان الثاني والثالث ذكرت بأن مرت أزمات سابقة يعني ذكرت الأزمة الاقتصادية العالمية في 2007-2008 دعنا نعود حتى إلى 2001 ويعني اللي صار في برج التجارة العالمي بلاية الحرب على الإرهاب غزول العراق في 2003 يمكن حرب الإيرانية قبلها يعني مرت أزمات اقتصادية كثيرة على المنطقة نعم متى استشعرت أن هذه غير؟ هذه تأثيرها مختلف وأنا برجع معك بعد خطوة قبلها يمكن في 1972 و73 يمكن حرب ال73 أسعار النافط نعم فورة أسعار النافط اللي هي طبعا كانت ثورة حقيقية أثرت على مستويات دول الخليج بالارتقاء بمستوى بالدخول العوائد العالية ولكن يمكن بالنسبة حق دول العالم كانت بالنسبة لهم حالة سلبية صحيح لأن ارتفعت أسعار النفط من دولارة ودولارين ووصلت إلى مستويات جدا قياسية فبالتالي هذه بعد تعتبر من ضمن الظروف اللي مرت عليها اقتصادات دول مجلس التعاون ودول العالم بصورة عامة نعم فبالتالي أنا دائما أقول أنه يعني إذا صارت هناك مشكلة أكيد بعدها بخمس أو ست أو سبع سنوات راح تليها مشكلة أخرى وأحيانا تصير عشر سنوات يعني العالم يقولون كل عشر سنوات على موعد نعم دائما بعد كل عشر سنوات أو خلال في عشر سنوات تطلع لك بأزمة سواء أزمة مالية أزمة اقتصادية أزمة سياسية وأنا أعتقد أننا البحرين ليس في معزل عن دول العالم وهذه دول العالم كلها بصورة عامة لكن والله الحمد بحرين دائما تظهر قوية تخرج أقوى والله الحمد دائما الاستبيان الثاني نعم أنتوا الاستبيان الأولي مثل ما تفضلت كان بتاريخ 17-2 تم رفع التوصيات وما إلى ذلك مع ظهور بعدين أول حالة في البحرين مع مرور الوقت بدأ يبين أكثر حجم الضرر على الاقتصاد قمتوا بالاستبيان الثاني أعتقد العدد اللي شارك فيه أكثر شنو كان أبرز يعني النتائجة نعم هو يعني مثل ما قلت لك أخوة عالي هي سلسلة يعني بدأت السلسلة من تشكيل فريق العمل عمل الاستبيان الأولي رفع التوصيات التوصيات تم العمل في جزء كبير منها نعم يعني طبعا مثل ما أنا قلت نحن ماشيين بخطة فلازم نراجع نفسنا اللي تم تقديمه بالمرحلة الأولية بالاستبيان الأولي راجعنا وشفنا مستوى المشاركة المساهمة من قبل القطاعات اللي موجودة عندنا سواء تجار المحل المؤسسات التجارية حتى التوصيات اللي تم الأخذ فيها كانت بالنسبة لنا حافز ودافع نحن نبني عليها ونشوف شونه بالمكان أن نحن نسويه بالاستبيان الثاني الاستبيان الثاني يمكن استشعار الناس صار أكثر صحيح للخطر صحيح في فترة إغلاق جزئي وكل بدأت الصورة تتضح بالضبط بالضبط فالناس شاركوا بالنسبة أعلى من الاستبيان الأول يعني يمكن بالنسبة 30 إلى 35% كانت أكثر من الاستبيان اللي يبقى تم نشرب الصحافة وسعى الاتصال الاجتماعي الكل شافه أعتقد وكانت تمشي في نفس النساق وفي نفس الطريج اللي نحن نعتقد أنه يعني الجائحة خطرها كبير التأثيرات الاقتصادية كبيرة نحن قد ما نقدر نحط من يعني أو يعني إذا استقرأنا نحن المستقبل وإذا دمجناه باللي صار ونحاول نحن نحط ركومنديشنز أو نحن نحط توصيات توصيات نشوف أنها استراتيجية نعم ببط هي كلها سلسلة دائما أنت تعمل الشيء وبالأخير تبني عليه وتحاول أنك أنت تعمل الشيء الأفضل فكان هذه الاستبيان الثاني الاستبيان الثالث صدر مؤخرا شارك فيه 1180 تقريبا يعني كل استبيان يشارك فيه عدد أكبر وبالتالي لما تتضح الصورة والآثار وتنعكس يعني ذكرت حضرتك بأن تم رفع التوصيات والحكومة المؤخرا أخذت بجزء كبير منها إلى أي مدى ساهمت الحزمة المالية والحوافز التي قامت فيها الحكومة المؤخرا وسياسات وزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوجيهات من سير جالة الملك وسموه العهد للحفظة في التخفيف على عائق القطاع التجاري طبعا المواطنيين أيضا طالهم هذه الشيئة ولكن اليوم نتكلم عن القطاع التجاري صحيح أنا عندي بعض الأوراق وبعض الأرقام أنا أعتقد أن الأرقام كلها تم ذكرها وتم نشرها نحن من باب الشفافية طبعا كل استبيان أو كل تقرير ينشر ننشر مباشرة في وسائل التصال الاجتماعي في الجرائد فهو معلوم بس أنا حبيت أركز على بعض النقاط وهو كملخص عام بالنسبة للإستبيان اللي سوينا تفضل قبل طبعا شنه التوصيات اللي حطيناها أو شنه الأفكار احنا ما نقدر نقول كتوصية بغير ما نقول أنها هي مساعدة للقطاع التجاري أو للتاجر البحريني شنه بالمكان أنه استدلالا عن البيانات أو استدلالا عن الاستبيانات اللي سويناها شنه بالمكان أنه يسويه ونحن نحاول نبين كملخص عام كأرقام مثلا اللمانية نقول 70% من أصحاب الأعمال متفائلي بشأن تعافي الاقتصاد بشكل عام على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات وهذه طبعا من الفئات اللي شاركت أو بس خلني أستدرك قبل قبل أنا أذكر لك شنه المنخص ممكن أقول لك نسبة المشاركة المشاركة 1080 مثل ما تفضلت عندي القطاعات عشر قطاعات اللي هي القطاعات الأساسية بالقرفة واللي تشمل التجارة والاقتصاد وآخرها في البحرين الأسواق التجارية على سبيل المثال نسبة مشاركة تفلسبيان 36% العقار والانشاء 16% الصناعة والطاقة 9% السياحة والضيافة 8% الثروة القذائية 6% التكنولوجيا المعلومات 6% قطاع المالية والتعمين 6% الصحة 5% النقل والخدمات اللوجستية 4% التعليم 4% هذه طبعا العشر قطاعات الموجودة وهي اللي شاركت فعليا فلسبيان طبعا في آخرين اللي هم يمثلون تقريبا 2% شاركة 98% اللي هي القالبية تقريبا معظم القطاعات نعم تقدر تقول كل القطاعات من أكثر القطاعات تضررا بو يوسف هو بو يعقوب بو يعقوب عقوان هو طبعا أنا خلني أرجع لك بس فقط للملخص وأقدر أقول لك منهما أكثر القطاعات لتضررات نعم أنا عندي كملخص عام حطينا من السبيان طبعا 70% من أصحاب الأعمال متفاعلين بشكل يعني بشأن تعافي الاقتصاد بشكل عام خلال سنتين إلى ثلاثة 77% من أصحاب الأعمال يتوقعون أن تتعافي أعمالهم خلال 12 شهر واحد وستين في المئة من أصحاب الأعمال زادت مدفوعاتهم الإلكترونية يعني هذا جانب إيجابي أربعة وثمانين في المئة من أصحاب الأعمال أبدو مخاوفهم بشأن دفع رواتب الموظفين وأنا أعتقد أن الحكومة الرشيدة ما قصرت صحيح يعني ثلاثة شهور تولت دفع رواتب الموظفين وأنا أعتقد أنه يعني اللي سويت البحرين ما سويته أي دولة ثلاثة ولله أرحب ونحن لازم نشيل بهذه الدور يعني الحكومة أمانة يعني بعض اللي أنتو طلبتوه الحكومة راحت سقف أعلى مني يعني أنتو طلبتو مثلا أن التعرف الكهربائي تكون كما السابق الحكومة ألغتها بتماما ويعني أعفت القطاع التجاري من التعرف الكهربائي يعني وحتى دفع رواتب الموظفين البحرينيين لم يكن من ضمن توصياتهم هذه كانت من بادرة من الحكومة الرشيدة يعني كان فيه تقبل وتفهم من الحكومة ورغبة في الحفاظ على القطاع التجاري في البحرين أكيد أكيد وهذا شيء ما هو وليش أنا أقول لك أنه في البداية لما نقول أن الحكومة تحملت الجانب المالي والجانب يعني لما نقول السياسات المالية والسياسات النقدية عندك من الجانب السياسة المالية تحملت الحزم هذه كلها أثرت 30% من نسبة مشاركة أو مناسبة اللي هي نسبة البحرين اللي ساهمت ب30% من ناتج المحلي الإجمالي يعني رقم كبير يمكن أتي عقبها سلطنة أعمان عقبها تتي دول أخرى وهذه تقرير من الصندوق النقد الدولي فيعني هي الأرقام تكلم عن نفسها فلما نتكلم 30% الحكومة سخرت أو أنها هي أصرفت أو أنها هي أدفعت من الناتج المحلي الإجمالي وهي رقم كبير لمواجهة الأعباء المترتبة يعني على كرونة اقتصادياً وحماية القطاع الخاص بضبط القطاع الأعمال وما إلى ذلك نعم الجانب الآخر اللي هو طبعاً تكيف الجانب السياسات النقدية اللي هي تخص البنغ البحرين المركزي وبعد بتوجيه من القيادة تأجيل القروض وما إلى ذلك بالضبط 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 والطبعاً ما ننسى اللي هو الفند الصندوق اللي تم تأسيه قبل جائحة كان مائة مليون وتم إضافة مائة مليون إضافية صحيح لمساعدة الشركات المتعثرة أو المؤسسات المتعثرة هل ساهم كل ذلك في حماية القطاع يعني قطاع المال والأعمال المنشيات الصغيرة والمتوسطة نحن يعني أمانة حجم أو ضرر كبير نحن يعني لازم نتكلم بكل شفافية وبكل أمانة نحن العمل اللي نقوم فيه وأنا أعتقد عمل استبيانات هذه وعمل الدراسات وعمل الدراسات السباقية والمحاولة بالخروج أو محاولة الخروج بمقترحات أنها يتخفف ملعب نحاول نحن نشرك حتى صناع القرار اليوم نحن ولها الحمد يعني الحكومة نحن دائما ترى بتشاور مستمر ما نقطعت بصورة يوم يعني أنا أقدر أقول لك يمكن مو بصورة أسبوعية أكثر يمكن بصورة دائمة فبالتالي المشاركة والتفاعل بيننا وبين الحكومة بشكل مستمر يمكن نحن بصورة أقل يعني ما نحاول نحن نطلع شيء قبل ما نشتغل عليه فبالتالي لازم تكون الطابقة جاهزة على أساس أنه يكون الشيء واضح للعيان ويكون فيه محسوس سلام كذا ذكرت بأن يعني كثير من القطاعات تتوقع تعافيها خلال سنة إلى سنتين يعني باختلاف النسب التي تفضلت فيها صحيح هناك نظرة تفاولية تتحدث عن 12 شهر أقل من ذلك هناك نظرة ربما تشاؤمية شوي تتكلم عن سنتين ثلاثة وتصل إلى خمس وست سنوات توقعكم الأكثر متى تخرجون من كل الآثار المترتبة من هذه الجائحة وهل ذلك مرتبط بمدى استمرارها يعني لو استمرت شهرين غير ست شهور غير سنة مثلا يعني تشوف أخي عالي أنت تتكلم عن أنت شيء توقع هذا شيء غير متوقع أمانة الذي صار شيء غير متوقع للعالم كله نحن ونحن اليوم قاعدين نتكلم على موضوع التأثيرات وعلى الاقتصادات أو اقتصاد العالم بصورة عامة واقتصاد البحرين بصورة خاصة أنت اليوم يتكلمون الآن عن الجائحة الثانية يعني نحن على سبيل المثال يوم الجمعة إغلاقات الأسواق الأمريكية خمسة في المئة أنزلت دائما اليوم في أسواق المستقبل أسواق الفيوترز الأسهم والكوموليتيز اليوم انهيار فبالتالي دائما الأرقام ودائما الأسواق المالية تسبق أي سوق آخر أي قطاع آخر دائما أنت تحسس المجسات عادة تكون في قطاع المالي الأسواق المالية هي المجس الأساسي حساسة أكثر للصعود والنزول والضرر بالضرر فبالتالي كان الإعكاس سيء يمكن اليوم يوم الجمعة فبالتالي يعتقدون أن فيه تأثيرات أخرى أو الجائحة الثانية راحته اقتصاديا اقتصاديا طبعا عندما تكلم اقتصاديا راح تكون صحيا بالأساس أنه يعني ما تم اكتشاف الدواء واللقاح وإلى آخره فقد يكون القطاع الاقتصادي التأثير راح يكون أطول شوية القطاع الصحي بمجرد اكتشاف اللقاح وما إلى ذلك فترة معينة ويتم انتاجة لكن القطاع الاقتصادي وبعض القطاع التحديدة يعني الناس تتكلم عن الطيران والسفر وما إلى ذلك الخدمات اللوجستية الفنادق هذه راح تكون محتاجة وقت أكثر للتعاف من أكثر القطاعات تضررا السفر والسياحة والضيافة هذا حتى من الاستبيان اللي تم العمل اللي سويناه من ضمن نتائج هو رقم واحد تضررا والأنديا الصحية والصالونات هذه كأرقام تكلم عن نفسها فأنا بس تجارة الإلكترونية ممكن من القطاعات النادرة شوية يعني شهرة النمو وازدهار في هذا الناد شهرت في حدود الثلاثين طبعاً مفي مستوى الطموح ولكن نحن نعتقد أننا الآن الكل بدأ يتلمس الحاجة لأنك إذا أنت صاحب محل تجاري أو صاحب مؤسسة وما تقوم يعني إحنا على سبيل المثال في بعض المؤسسات التجارية يمكن عملهم هو العمل التقليدي اللي هو من خلال مبيعات للرجل الشارع اللي هو ما فيه رجل شارع يروح يامل محل ويشتري أنه صارت حتى خايفة أنها تختلط بالآخرين صحيح غالباً أنت بتشتريعون لا بالضبط فبالتالي إذا هو ما جهز حاله ما عاد البنية التحتية ما عاد حتى فريق العمل الموجود عنده فرح يجد صعوبة بطبيعة الحالة دعونا نتكلم عن الأمور أو الحلول المقترحة لتجاوز آثار الجائحة واحد منها أنه هو تنشيط الجانب الألكتروني سواء في الخدمات في البيع في الشراء وما إلى ذلك نعم شنو الحلول الأخرى يعني اللي أنتو وضعتوها لتجاوز هذه الآثار ما بعد الجائحة الآن من أجل الصمود وبعد الجائحة إن شاء الله من أجل العودة للإزدهار والنمو الاقتصادي نحطيناها وتركز أو تركزت الدراسة بعد ما تم عمل الاستبيان تم عملية دراسة القطاعات تم دراسة عدد المشاركين المؤسسات أحجامهم منهما ونسبهم وصلنا إلى النتيجة النهائية كان في ست نقاط ويعني في ست كتوصيات وحلول يعني كحلول تقدر تقول كنصائح لأن موضوع يعني السوق أو التأثير كبير التأثير كبير يعني من الصعوبة بحل أنا أقدر في كل خطوة أو في كل مثل ما قلت لك أنا أستدل يعني على اللي صار وأقدر أبني عليه أنا أقدر أجمع مثلا أنا شنو أقدر أسوي من قرفة بالتعاون مع الحكومة الحكومة شنو تقدر تسوي مع القطاع التجاري فهي تبادل التفاعل بيننا وبينهم هذه يعطيك حلقة متشار بضبط بضبط بس الرجل الشارع أو التاجر يبي يسمع بضبط شنو اللي إحنا نبينقول إحنا ست نقاط ست نقاط أنا أقدر أسردها لك واحد نقول يتعين على الشركات أن تقوم في الوقت الراهن بالاستثمار في الوقت والتغيير الجدري في استراتيجيات التسويق تسويق جانب جدا مهم ووضع مخططات أو مخطط استراتيجي جديد يتلائم مع الفترة المقبلة بعد فترة من الزمن التكيف مع الأوضاع بالضبط التكيف والتواعم مع الوضاع الموجودة فبالتالي أنت لازم تشوف لك أساليب تشوف لك طرق حاول أنك حتى يعني أنك أنت عملية الاندماجات هذه ترى مهمة ما نتكلم عنه على المستوى الكبير المؤسسات الكبيرة البنوك أي ولكن نتكلم حتى على مستوى المؤسسات الصغيرة بالأمكان العمل فيها بالأمكان التفكير فيها راح تكبر راس المال راح تقلص يمكن من حجم العمل اليدوي راح تكون يكون الاعتماد على النظام الإلكتروني فبالتالي بتكون في استفادة من هذه العملية رغم اثنين بالنسبة للنصائح هي ترشيد الانفاق وضع خطة مرنة تأخذ بعين الاعتبار جميع السيناريوهات المتوقعة فيعني لازم تكون في عندك خطة تكون خطة مرنة تحط كل سيناريو على حده التنبأ بأسوأ الاحتمال التنبأ بما يمكن إعطائك يمكن من حزم مالية الحزم المالية ما راح تكون مستمر فأنت في يوم من الأوقات أنت خلاص خذوا بيدك وبالأخير أنت لازم تتلمس دربك والقادر على الخروج هو اللي راح يطلع أقوى وبالضب شيء الثالث يمكن بالنسبة للمؤسسات اللي يمكن فكرها وأنهم يفكرون أنهم يحلون بعض الموظفين أو أنهم ما يمشونهم واحدة آخرى نحن نقول تدوير الموظفين حسب الحاجة بدلا من التسريح يعني أنت اليوم في عندك بعض الموظفين يشتغلون في إدارات يمكن ما تشوفهم في الإدارة ما منتج ولكن في أماكن أخرى هو منتج في طرق أساليب كثيرة بالمكان أنك أنت التعامل فيها رغم أربعة المراجعة الكاملة للتعديل العقود والالتزامات التي تتواكب مع مخرجات الأزمة والمبادرة بوضع حلول وتسويات حتى لا تصبح الشركة على المدى القصير معرضة لخطر الإفلاس أو التهديدات القانونية الناشئة عن عدم الالتزام بالتنفيذ هذه جانب مهم الجانب القانوني الشركة وهيكلتها عادة تركيبة الهيكلة نفسها للشركة جانب جدا مهم يجب أصحاب المؤسسة يأخذونها بالاعتبار لأنه سترتب عليها أشياء قانونية مستقبلا فلازم يكون هو يعني محضر نفسه مهيئ نفسه يبني استراتيجية أو خطة طلعة من الوضع السيء رغم خمسة الاستفادة من المتدربين صاحب الأمل يستفيد من فئة شابة يملأها الحماس والطموح للمستقبل دون الالتزام بأعباء مادية لموظفين معينين يعني على سبيل المثال أنت اليوم في عندنا ما شاء الله إنش جديد خرجين جامعات كثير وفي عندهم الطموح اللي هما يحفرون في الصخر ذو ما يقول لك بالمكان الاستفادة منهم في عندهم طموحات وفي عندهم أفكار يعني بالمكان الاستفادة منهم في مؤسسك بالمكان أنك أنت تحاول أنك تاخد منهم الأفكار الجيدة اللي ممكن تسير عملك رغم ستة عندي التحذير من التفكير في تقليص عدد العاملين لأنه مثل هذا الإجراء يؤدي إلى تحمل تكاليف غير مباشرة تفوق مقدار التعويض عنها فضلا عن فقد السيولة النغرية الناجبة الناجمة عن تكاليف التعويض والبحث عن بدائل أنا هاي بنقدة سادسة يعني أنا أقول دائماً أي اقتصاد يقوم على أربع ركاز الناتج المحل الإجمالي يقوم على أربع ركاز عندك الاستثمار عندك الانفاق الحكومي عندك الاستهلاك وفي عندك الميزان التجاري يعني هذي مبادئ الألف باعتها هاي تعلمناها نعم نعم هذه التوصيات يعني تم تعميمها طبعاً نشر رئيس الجريدة نعم وتم تعميمها على القطاع التجاري وعلى أصحاب المؤسسات وما إلى ذلك وأيضاً يعني تم تقديمها للحكومة وكل هذه خلني أوقفك في سؤال أخير عند النقطة الثالثة والسادسة لا يمكن إحنا كغير يعني عاملين في هذا القطاع تهمنا وهي الحفاظ على يعني الموظفين العاملين في القطاع الخاص خاصة من المواطنين هل هناك توجه يعني الحفاظ على البحرينيين العاملين تحديداً أو أولاً في القطاع الخاص أنا يعني أمانة إحنا أنا يعني شوف أنا ليش أنا قلت لك النقطة الثالثة بالنسبة لي جداً وحتى الثالثة كانت مرتبة طائلة بالضبط هي ارتباط كلي بالنقطة الثالثة لما أنا أقول لك الاقتصاد أو الناتج المحل الإجمالي قاعم على أربعة أهم أهم شي فيهم المستهلك تقول استثمار انفاق الحكومي ميزان التجاري لكن إلا ما أتيح المستهلك من هو المستهلك إلا هو أنا وأنت ورجل الشارع والتاجر والقني والفقير إذا ما أستهلك إذا ما أشتأ إذا ما رحت وشريت إذا أنت ما رحت إذا ضعفت القوة الشرعية إذا ضعفت القوة الشرعية وإحنا أورادي إحنا عندنا القوة الشرعية ما هي مقارنة بدول الخليج الأخرى ما هي بنفس القوة ولكن إذا إحنا إني ونقول إذا أنا خليت اليوم إذا كان عندي نسبة عاطلين هالقد ويصروا نسبة العاطلين من 2% بيوصول إلى 3% ومن 3% بيوصول إلى 5% وهلما جره فبالتالي إنت ضربة الاقتصاد مثل ما تقول طالب الزيت عينك بصبعك فبالتالي إحنا لازم نحفز من جانب ونحاول نحن ندعم إحنا ربيعة الحال إحنا ندافع عن وإحنا الصوت اللي يتكلم بصوت التجار ولكن التاجر هو إحساس والتاجر عند عيال وعياله هم يشتغلون وهم في مؤسسات فبالتالي أكيد أنه يفكر حتى في أبناء الوطن هل مكلمة أخيرة لنظرتكم يعني الفترة القادمة الخروج إن شاء الله من التأثيرات هذه يعني هل هي النظرة إيجابية على الأقل ليشوبها شيء من التفاول لأن الاقتصاد راس المال مثل ما قال الجبان ويؤثر فيه سواء التشامة أو التفاول يؤثر فيه في العملية الاقتصادية كلا أنتم متفاولين أو لا؟ أنا أنا قبل الله شكرك أخي علي بس أنا أحب أرجح للنقلة لأنت ذكرتها موضوع أنه راس المال جبان راس المال ما يفترض أنه يكون جبان بالأخاص لرجل الأعمال رجل الأعمال يجب أنه يشوف الفرص والفرص دائما نتيه كمنح في الأزمات فالأزمات هذه فيها منح رجل الاستثمار أو الرجل الذي عنده المال أو المستثمر هو أكيد أنه رح يشوف الفرص ورح يلقاها الفرص موجودة نسب معينة بحيث أنه ما يجد نفسه بالأخير يعني تكون المخاطرة محسوبة وبالأخص الآن نحن نمر يعني بأزمة وأنا أعتقد أنها هي الأزمة الاقتصادية أزمة اقتصادية وهي بأزمة مالية الأزمة المالية 2007-2008 خذت 8 إلى 9 يمكن لي اليوم هذه أزمة اقتصادية تتكلم عن تشمل كل القطاعات تحت جناحها فبالتالي تأثير كبير وأنا أعتقد أن الواحد لازم يواقم نفسه بحيث أنه يعني يقدر أنه يمشي لكن أنا أقدر أقول لأستاذ شاك أن مجمل كلامك متفائل إن شاء الله هناك فرص وإن شاء الله هناك إن شاء الله تظهرون منها والقطاع المالي والاقتصاري في البحرين يظهر منها إن شاء الله قوي لأنه متين وعنده خبرته ودائما خرجه من الأزمات أكبر شكرا أنا يا أخي طبيعة طبيعة نفسي أنا إنسان متفاعل يعني برغم من كل الظروف لأنه مرات علينا ظروف كثيرة بالفعل كبيرة وأنا متأكد أنه يعني ومتفائل يعني إحنا يدنا بيد الحكومة الرشيدة أنا أكيد ومتأكد مئة في المئة أننا راح نعدي هذه العزمة بإذن الله بإذن الله بإذن الله الأستاذ شاك إبراهيم شتر يستنفيذي غرفة تجارة وصناعة البحرين كل الشكر والتقديم لك شكرا شكرا كما أشكركم مشاهديننا على حسن المتابع على أمل لقاء شكرا في أمان الله شكرا